مشاهدين يسعى القطاع النفطي بكل شركاته لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي من خلال عدة مشاريع تقوم على خفض معدلات الغازات المنبعثة من إنتاج النفط ومشقاته في مختلف المحطات المنتشرة في البلاد إضافة إلى المشاريع هناك العديد من المبادرات المشتركة والضوابط والاشتراطات اللي تراعي الحفاظ على البيئة وضمان عدم الإضرار بها أمام التحديات المناخية العالمية تضع شركات القطاع النفطي قضايا البيئة والحفاظ عليها ضمن جوهر اهتماماتها من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والقيام بحملات التخضير بالتعاون مع جهات محلية وأممية إنجازات المهمة اللي بيقامت بها شركة نفط الكويت هي خفض معدل حرق الغاز في شركة نفط الكويت والذي يعتبر يعني إنجاز قوي ولا صيت على مستوى العالم كنا بالسابق 2006 كان تقريبا 17 في الامية اليوم نتكلم عن أغل من 1% البنك الدولي عن طريق الشراكة أثنت على شركة نفط الكويت ومساهمتها في خفض انبعاثات الغاز في شراكة هناك بين شركة نفط الكويت والأمم المتحدة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة لإعادة وتأهيل التربة الكويتية من بعد الغزو العراغي وهذا طبعا راح يحدث من البيئة خاصة في المناطق المنتجة في النفط والحقول الموجودة في دولة الكويت أيضا هناك قامت شركة نفط الكويت بإنشاء عديد من مشاريع مثل محطات تعزيز الوقود في شمال الكويت في غرب الكويت وجنوب وشرق الكويت إلى جانب مشاريع شركة نفط الكويت تنفذ شركة البترول الوطنية الكويتية عدة مبادرات ومشاريع بهدف تحسين الوضع البيئي وتوفير وقود نظيف وصديق للبيئة مشروع الوقود البيئي يعتبر المشروع من أكبر المشاريع البيئية على مستوى المنطقة الهدف للمشروع هذا تزويد الأسواق المحلية والعالمية بمنتجات صديق للبيئة وبالنسبة للاتفاقيات الدولية قامت الشركة بالعمل لتطبيق الاتفاقيات هذه من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التغير المناخي حيث قامت الشركة بالعديد من الخطوات في هذا الموضوع ومن أبرز هذه الخطوات تم عمل مشروع وحدة إزالة غاز الشعلة في مصفات ميناء عبد الله وميناء الحمدي مؤسسات القطاع النفطي تسعى من خلال مشاريعها لدعم خطة التنمية من خلال تطبيق أحدث المعايير البيئية العالمية التي تسهم في التخفيف من تلوث المناخ ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت